تحية طيبة لكل متابعين أينما كنتم نهار اليوم كان هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة والأجواء كانت خريفية معتدلة في أغلب المناطق لكن مع أوقات العصر تحولت إلى حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت وكذلك الأمر في خليج العقبة حاليا أجواء صافية مع 21 درجة مئوية الرطوبة هي 23% وحركة الرياح تكون شرقية هذه الليلة تميل الأجواء إلى أن تكون لطيفة في أغلب مناطق المملكة وبعد منتصف الليل تكون أجواء مائلة البرودة في السهولة الشرقية والشرق البلاد الرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة هذه الليلة تكون الدنيا في إربد 14 درجة مئوية 13 في مدينة دمشق وأن نلاحظ في جبال الشرقية تكون 11 درجة مئوية نهار الغد توالي درجات الحرارة ارتفاحة بحيث تكون أجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية وتكون مائلة للحرارة في باقي مناطق المملكة في حين تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة اللي بيحب يزور هاي المناطق في نهاية الأسبوع نشوف درجات الحرارة في إربد لنهار الغد 29 درجة مئوية 24 في جبال الشرام نلاحظ في خليج العقبة تهب رياح شمالية تكون نشطة وتثير الغبار لكن مع بقاء البحر هادئ نكمل درجات الحرارة لهذه الليلة ولنهار الغد رأس منيف 12 إلى 25 درجة في إربد غدا 29 و30 درجة في المفرق عجلون 14 إلى 28 في جرس 16 في هذه الليلة الزرقاء 31 لنهار الغد أصل 28 درجة تكون العظمى لنهار الغد الأجواء تكون معتدلة في مرج الحمام مع 28 دير على أجواء حارة مع 36 درجة مئوية البحر الميت أيضا 30 إلى 36 مادة 13 هذه الليلة الكرك 27 الطفيلة 12 لترتفع إلى 26 والأجواء خريفية معتدلة الأغوار 37 درجة البترة 14 هذه الليلة في معان 13 ورأس النقب 12 درجة غدا 26 أجواء حارة في العقبة مع 36 درجة 30 في كل من الجفر والأزرق هذه الليلة 12 درجة مئوية والصفاوي 10 لترتفع غدا إلى 30 وأخيرا فيرويشد 8 درجات إلى 29 درجة مئوية بالحديث عن الفترة القادمة نلاحظ هناك انخفاض على درجات الحرارة أو تراجع بسيط في درجات الحرارة لكن عموما تبقى أجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة مع 26 درجة نهارا وليلا 14 درجة ويوم الأحد هناك تواجد خفيف لبعض الغيوم أيضا أجواء لطيفة مع 25 درجة وليلا 15 درجة هيك بتكون النشر انتهت على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت عطلة سعيدة أتمناها لجميع والعودة لك الآن لنا اشتركوا في القناة